هناك هجوم على الإسلام والمسلمين بغض النظر عن أهداف هذا الهجوم من قبلهم هم ولكن هذا الهجوم لا نستطيع أن نسكت أمامه على الإطلاع القضية ليست تركيا وليست أردوغان النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام أهم من تركيا وأهم من أردوغان نحن أمام قضية أهم من القضايا السياسية والخلافات السياسية كان الأولى اليوم أن تترضافر الجهود الإسلامية والعربية لدعم الجهة التي تتصدر الدفاع عن الإسلام بوجه أوروبا بغض النظر X فلتكن هذه الجهة نعم ندعم هذه الجهة بدل التبخيس بها بدل التهويل بهذه الجهة أو شيطنة هذه الجهة الجهة الآن التي تتصدر هذا المجدية تركيا قدر الله أن تكون تركيا وبالتالي بدل أن نأتي وندعم تركيا الآن نقول أن أردوغان يستغل هذه القضية لتحقيق مآرب خاصة أردوغان يتاجر بهذه القضية أردوغان لديه مصالح خاصة أردوغان وأردوغان طيب الآن الزلزال في إزمير الذي حصل هل أردوغان قام بهذا الزلزال لأجل التجارة بملفات سياسية؟ فهذا من يقدم هذا المنطق هو يعني يتعاطى بطريقة حاقدة وخبيثة على الرئيس أردوغان يعني وصل لمرحلة أن يتخلى عن الدفاع عن نبيه مقابل فقط أن يبرز حقده على الرئيس أردوغان وبالتالي اليوم تركيا تتصدر علينا أن ندعم تركيا لا أن نبخص بتركيا